شاركت بلادنا في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة التفاوض التجارية ضمن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الاسلامي المنحقد في مدينة اسطنبول التركية بوفد ترأسه سفير بلادنا لدى تركيا محمد طريق وعشر سفير طريق في كلمة بلادنا إلى أهمية إنشاء نظام للأفضليات التجارية بين دول منظمة التعاون الاسلامي مؤكدا ترحيب بلادنا بجميع القرارات التي من شانها خفض أو إزالة القيود الجمركية وغيرها من العقبات التي تعيق تعزيز التعاملات التجارية البينية بين الدول الأعضاء ولفت السفير طريق إلى أن التهديدات الأمنية التي سببتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية في البحر الأحمر أدت إلى زيادة تكلفة الشحن البحري وخفض حجم الاستيراد وتسببت في ارتفاع أسعار السلع وتقلبات سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار الأمر الذي فاقم معاناة الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر